أنا أصبحنا وحدا أريد يا مولاي أن أناقش معك أمور المرزة هاتي يا رستور فأنت القائد العظم للجيش وأنت من أجلسني على عرش أجداتي فالأمر إليك مولاي إن الأمور لن تستقيم هكذا فكل ثري ومرزبان يتصرف بمقاطعته كأنه الملك الأوحد ولا يتبع لعرشك إلا بالإسم وماذا ترى أنت أدر بالحال في البدن تجمع الجند نقو الجيش ونعيد للعرش هيبته بعد ذلك ندخل مع العرب في مناوشات صغيرة ثم نضربهم ضربة واحدة قاضية بعد ذلك نثبت الملك ونعيد سيطرتنا على كل المنطقة العرب ألم يكونوا عبيدنا هذا كان في زمن غابر الآن هم رجال أشداء أقوية بعد أن اعتنقوا هذا الدين الجديد الذي يموتون تحت راياته بالآلاف وكأنهم زاهبون إلى عيد اسمعني يا رستو أمر مولاي صحيح أنا ملك الملوك لكن الأمر لك لقد فوضت فارس لك فقط لي رغبة عندك أنت تأمر وأنا أطيع أريد أن تتضحبني غدا إلى استخر وماذا في استخر؟ قدري قدري أبونا عملا أبونا مجدر أحمي شعبك أحمي ملكتا أبونا مجدر أبونا مجدر أحمي شعبك أحمي ملكتا أحمي عرش أساسا أبوران أنت بوران نعم قيل لي امضي سيرا إلى بيت النيران الخالدة ملك الملك ينتظرك هناك وقيل لي ليبقى ذلك سرا لا عليك لا تخافي انظري سادين النار؟ لم أقل لك أنت قدري ولكن يزد جرد ملك ملوك فارس يطلبك للزواج ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 أن أمر هنالكم وقادة الجند وأمراء الحرب سيارضون بما جرى في بلاط فارس يا مولاي أنت في ليلة فرحك فدع الأمر لي تكلم يا رستر تكلم يا رستر مولاي إن المرنزبة والقادة يدركون الحال الذي وصلت إليه إمبراطوريتهم ويعرفون المآل الذي آل إليه بلاط ملكهم وبعد مضي خمس سنوات من التخبط وقتل الملوك أصبحوا أميل إلى القبول والمطاوع لذلك يا مولاي أرجو أن تنصط إلي إنني منصط إليك يا رستو فأنت من أجلسني على هذا العرش ولا أقول ذلك تملقا إنما ليعرف كل منه موقع فأنا أعرف أنك أعظم قادة الفرس وأكثرهم جندا وأحبهم إلى الفرسان والمرازب وأنا ملك الملوك سليل أبرويز ولا تصلح فارس إلا بصلاح ملوكها وكل ما أرجوه منك أن تكون لي كما أكون لك فنصلح الدولة معا مولاي لو لم أكن صادقا مخلصا لما بحثت عنك في كل مكان وعندما علمت أنك موجود في بيت العبادة في استخر ذهبت إلى هناك فورا حينها شعرت كأنني التقيت بقدر بلاد فارس ذاك القدر الذي ضاع عندما هزمنا الروم وأنا أعرف حق المعرفة بطبيعة الحال أن هذه البلاد لا يكون صلاحها إلا بصلاح ملوكها فقد تصرف المرازبة والقادة كل في إيالته كأنه ملك فدعهم الآن بما هم فيه حتى نقوى وتأتلف القلوب ونثبت أركان العرش بعدها من آب للطاعة قبلناه ومن سدر في غيه قتلناه صدقت يا رستو صدقت ما هذه يا رستو رسالة ألا تسألني ما بها لا يا مولاي ولكن إن أراد مولاي إبلاغي بما بها فكل أذان صاغية وإن استمع إلي فإني أشير علي لا يعرف السيد في البلاط إلا بتأد به مع ملكه وأنت تعرف كما أنا أعرف جيدا أنك أقوى مني في فارس لكنك سيد عظيم يا رستو وتعرف قدر الملوك إن استهنت بقدر مولاي فسيجرب عليه سفلة الناس وإن سمحت نفس مولاي بإخباري فذلك يعود إليه إنه خبر من مرزبان ميسان يخبرنا به أن فرسانا من العرب يغيرون على مسالحنا ومعسكراتنا ينهبون ويقتلون ثم ينسحبون أدركوا ضعفنا فبادؤونا وما كانوا ليجرؤوا على الدخول إلى بلادنا رعاة إلا بإذننا أشر علي يا رستو أشر علي يا مولاي إن العرب مشغولون بصراع ضار فيما بينهم فلا تلقبالا إليهم وما إن نطمئن على العرش وتعود له هيبته حتى يعودوا إلى صحرائهم هاربين وإن لم يفعلوا ضربناهم ضربة لا تقوم لهم قائمة بعدها والآن ماذا نفعل؟ أرى يا مولاي أن تكتب إلى قادة الجند غربي النار وتأمرهم أن يتعاملوا مع العرب بما بين أيديهم فنحن هنا بحاجة إلى كل الجند حتى نثبت هذا العرش والأهم من هذا وذاك علينا أن نعيد إلى الجيش لحمته فقد أصبح ولاء الأنفار والقادة كل لملكه ومرزبانه نعم الرأي مولاي ألم يذكر لك اسم قائدهم في هذه الرسالة؟ بل رجل اسمه المثنى بن حارثة الشيباني 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 أولئك الذين هزمنا في ذقار وعيدك يا مولاي أن تراهم تحت أجل الفيالة إنهم العرب إذن؟ هؤلاء الذين يهاجمون مملكتك؟ بلا يا بوران وقد ورثت مملكة ممزقة كل قائد أو مرزبان فيها يريد أن يكون ملكا مستقلا يريدونني مجرد ظل باهد في هذا القصر ما رأيه رستم؟ هل كلمت؟ طبعا يريدوني أن أعيد مجد أجدادي أبراويز وأنو شروان وسابور ولكن كيف؟ كيف والعرب تسخل خيولهم على أبواب قصري والمرازبة يحقدون على بعضهم أكثر مما يحقدون على العرب؟ أدعو رستم وشاوره إنه مخلص لك هو ذاك؟